رمضان خامس على تعز حل عليها بغلاء فاحش لأسعار السلع الأساسية وقد زاد من حجم المعاناة أن رمضان حمل معه تكاليف متزايدة ما زاد من ضغوطات اقتصادية صعبة على سكان تعز المحاصرين من قبل ميليشيا الحوثي في أسواق المدينة تسير حركة الشراء والبيع بوتيرة هادية ويظهر على وجوه الناس علامات البوس والقلق ويسر المواطنون في شوارع المدينة مثقلين بهموم متعددة وجيوب شبه فارغة فالإقبال على الشراء متدن بسبب الكلفة الكبيرة لأسعار المواد الغذائية الحرب المندلعة منذ سنوات ساهمت في توقف كثير من الأعمال ودمرت الاقتصاد وتسببت بفقدان الكثير من الناس لوظائفهم ما أدى إلى زيادة البطالة وندرة الحصول على فرص عمل بالإضافة إلى عدم انتظام صرف مرتبات موظفي المؤسسات الحكومية ما حسين أبوش أربعة شهور بدون مرتبات الآن بدأوا يزرفون لنا المرتبات معانا علاق مدى الحياة أنا وغيري وغيري أكثر الكثير رغم كل كوارث الحرب وضعف الاقتصاد وعدم اهتمام الحكومة وسلطة المحلية بضبط الأسعار وتوفير الخدمات الأساسية إلا أن أبناء تعز يحاولون عيش حياتهم وممارسة طقوس رمضان متطلعين إلى أن تشهد محافظتهم رمضانا قادما أقل ألما وأترى سعادة